ما فقعوا البيضات على الإقساس ما فقعوا البيضات حطتهم مسلوقين وأنا جابت مسلوق قالت رزيل محبت زينك أنا عم بلعب بدي يتسائل عهيدا بدي يمزح معهيدا يعني لو الحكمة كان يتأسها للطريق بيتمع الحكمة إيه أكيد القلي الشرف أنه لعبت عند رئيس نادي مثل بريسيدون شويري من زمين كان الرياضة ممنوع يربح صح والحكمة بيتسير صح مين أكتر حكم هيك كان رزاوشكاس رزاوشكاس بتغري لعبنا سامي فاينل ببطولة آسيا لبنان ضد كوريا بعطاني فولين رحت عنده تقول له مين أبرز لاعب أجنبي بنظر وليد لليوم مرأب لبنان حسان واي سايد الجيم يلي بيضل بحياتي هو السامي فاينل لبنان كوريا اللي وصلنا عكاس العالم كيف تعمل مشكل وتنطلة تضرب وتهرب بدي أخبروك الشباب عمي هومورك أوي أوي بيركد عبدو بيطرق بوكس عبدو دمياطي أهلا وسهلا فيك بهونة توكس واشتقني لك نحن بالأكتر فارس قلي الشرف اطلع معك عطول متل عطول وين ما كنت بكل بروغراماتك الحلوين اللي بتعملون وخاصة بهونه هنا لبنان قلينا الشرف كون معك وليد رح نحكي اليوم أكتر عن وليد الباسكت وليد الإنسان وليد البي وليد المعلي وليد يلي كان الشغل الشاغل خلينا نقول بآخر سنتين لأنك تبعت نكهة خاصة بتعليقك فأنا رح ارجع في كتار بيسمعوا بوليد بس ما بيعرفوا وليد وليد كيف بلش وليد قدي كان رزل بالمدرسة نضحك إيه جايب أخبار عنك حلوى اليوم م你好 محضر لك إيه هلأ وليد أنت لم بد colleagues من عائلة رياضية يعني أخواتك اثنين كانوا بالسباحة أمين واحد من أبطال الكانو اللي شارك بلوس أنجلوس 84 بسيول 88 يعني وانت حتى كنت بلشت بالسباحة ورح تلعبت فوتبول وبعدين بسكتبول يعني نقلت كتير صح خبرني شوي عن الروضة وقيام الروضة هاي سكول وبدايتك أنا بالأساس كلنا عيلة سبيحة وأساسا خيل كبير هو أحسن من أمين حتى كان بسباحة بس خيل كبير راح درس من نوع اللي درس وأبدا جد درس كتير وهيك أمين قلب على السباحة وعمل برو إذا بدك سباحة 2 أوليمبيكس وهيك وأنا كنت أصبح بنفس الوقت السباحة رياضة منهين اللعبة الفردية منهينة تمرينك اليوم الصبح بدك فيه ساعة 6 الصبح تنزل تتمرن 6 الصبح عم تحكي بتعمل اللي نقول مثلا 2 كيلوماتر كل يوم الصبح عندك كيلوماتر منهم سبرينتس وهيك سو منهينة اللي أتعملها بتكون كتير عندك شغف إله وهيك سو منهينة وأنا بحب اللعبة جماعية متن ما قالت رازيل بحب تزينك أنا وعم بلعب بدي تسائل عهيدا بدي أمزح مع هيدا يعني بدي I want to enjoy يعني أكتر ما أنه إلعب وهيك سو لعبت فوتبول وكانت إلعب فوتبول كتير منيح بس المدرسة عنا الروضة كان عنا الله يرحم وإيسر حداد كان حب البسكت كتير وعم يعمل وأنا ما بعرف شين عن البسكت عم يحكيك عمر تسعة سنين تسعة سنين عشر سنين ما بعرف بلشت أحضر عملوا دورة بالروضة بملعب انتبه بيتون وسلات ومكشوف وهيك عسطح البنية عم نحضر حبيت ووقتها بلشت ألعب ولأنه عائلة رياضية ولأنه هيك جسمي كان بيلقت بسرعة لقت بسرعة اللعبة وبلشت وبيشهر شهران يعني كمشت اللعبة صاروا اللعاب اللي أكبر مني شايفوني عم بلعب وهيك مبسطوا فيي صاروا يساعدوني ويعطوني تيبس ويعطوني هيك كلهم الكبار يعني وليد أدي كانت مهمة من زمان عم نحكي الدورات المدرسية ودورة محمد بكري الله يرحمه تحديدا يعني أنا بتذكر محمد بكري وبعرف محمد بكري ما انه هي زي جريت شوتر ما مرأ مثله يمكن بلبناني اللي بيعرف مين محمد بكري بس كانوا هالدورات يطلعوا لعبين يعني كان إلو نعز محمد بكري هلأ عايش بفرنسا وشوفني هلأ من حوالي كاتوريك شوفني هلأ من حوالي كاتوريك محمد بكري تقريبا بالسكسي زي أول سكسي وموليد الزماني غلطان تمانة وخمسين تمانة وخمسين محمد بكري شويت بشوت عشر شوطات بحط اتناش هيدا اللي حببني أنا بالباسكت يعني كنت فرج عن محمد بكري أكيد من أنت وصغير تعلقت فيه بتعلقت بمحمد بكري خالد جلبي جمال عيسى كان فيه لعيبة بالرياضة تبه نحنا ما كان سهيل صفر حاضر سهيل صفر عامي لعب بس كنا شرقية غربية كنت أنا شوف بالمنطقة الغربية منطقة الشرقية ما بعرفهم ساكوا ما بعرفهم لعبهم لساكوا بس ما كنت بعرفهم قبل جانو مامو ما بعرفهم قبل يعني كتار لعبي ما كانوا بيعرفهم بعض ما كنا منعرف بعض وهيك بس سيدا اللي علقني باللعبة بس متل ما عم تقول دورة بكري خيو لمحمد اللي توفى هو عمي لعب باسكت هو عمي لعب باسكت بالفعل توفى نعمله دورة تخليداً له كل سنة هادي كانت تحببنا واحدة من اللي تحببنا أنه نلعب باسكت أنه عندك شي بدك تعمله خلال سنة دورتين كان عندنا دورتين أو كلاتة مدرسية هادي الأهم فيهون بس هادولي حببوك أنه تلعب باسكت يعني عم نحكي كنا ألف وخمسمائة شخص بقلب الملعب عم يحضر الجيم وروضة وآي سي والعانة روضة وآي سي عم نحكي مثل حكم رياضي والعانة وما في كان دورات للأندي وهيك بالمنطقة الغربية ما كان فيه دورات بقى هيدا كانت أخذ الضو كلها وهيدي كانت حمسنا نلعب يعني هايد وفولتك إذا بترجع بتذكر شوي بير حنى فليب بريدي لؤي ملس أحمد العطار مين جيب الأسماء؟ علي عجمي علي عجمي جاسم أنسو شفت؟ جاسم كان ضده هيدو قاب تسميهم معي بالفريق هيدو مين جيبون هيدو لا عمي الأومورك حلوة بس وقت أو تذكر رجعتش ثلاثة سنين لورا ثلاثة بس أكتر بس حلوة إيه؟ كانت هالذكرية بتدلك أيام كتير حلوة وأنا اللي أحلى بهايدي أنه جو المدرسة عنا كان حلو مدرسة كانت كتير صعبة عنا نحنا وعيسية عم بحكيك بالدرس كتير صعبة من أحسن مدارس يعني صح ولي عنا عيسى الحداد كان كتير قاسي علينا بس لأنه نحنا لعيبة باسكت كان بتساهل معنا سو هيدو في تميرة كانت بقلب المدرسة إنو نحنا عيبة الباسكت ونحنا هيك وهي وأيام ما بتنسع والشباب بكلهم بقلبها المدرسة لأنو عيسى الحداد ما كان ياخد إلا الناس إذا فينا نقول لمرتب الأوادم كتير حلو طب وليد كنت عم تحكي كان من زمين للأسف في شرقية غربية كلنا منعرف وقت فتحي الطرقات أول نادي وقعت معه إنتا الوردية روزير سليم اسميحا مظبوط وقتا لعبت معه نشي ثلاث أربعة شهر وقتا صح وبعدين رحت لدريم تيم خلينيقول فريق الحكمة قبل قبل يعني وام بي وام بي بعدين إنو حكمة لو صلت للحكمة وبعدين رياضة صح يعني أربعة سنين حكمة ثمين سنين رياضة وام بي كان كمان العزة الوردية كمان امرأت بمرحلة قدي حسيت هالإنفتاح خلينيقول وهالفرق يلي كنت تسمع فيهم ولعبتهم تسمع فيهم وقت التقيت وصرت تلعب معهم قدي فرق الباسكت لك أول شي بدي إليك إنو في ناس استقبلوني يعني عم تحكي بنرجع منقول شرقية وغربية بس في ناس استقبلوني عدوني كخيئ لون يعني بدي إليك شرق أول مرة بطلع أنا كباسكت على المنطقة الشرقية كان منتخب لبنان رايع عمصر كنا رايحين عمصر توني بارود روبير عماد ما بدي إنسى حدا فتحوا لي بيوتهم عدوني بيوتهم وكأني واحد منهم الشباب جيلنا إذا فينا نقول هلأ جيل أكيد بعقد بس جيلنا مظبوط كان بعقدوا الشباب يعني بعدنا لهلأ نحن صحاب وكل شيء ما منشوف بعض كتير بس بعدنا صحاب ونعرف دي كلنا حط بعض بكل الأوقات ونفتح الشباب كانوا كتير فرندلي اعتبرت مثل مثل إخوة مثل إخوة نحن وياهم دغري بوقت كتير قصير مبسطت كتير وطلع مثل ما عم بقلك هلأ اللي عددتن لأندي اللي عددتن عم بفتخر أنه لعبين بهيك أندي لأنه ما في نادي ما كان بحاشر عبطولة لبنان ما لعبت مع فريق أنه مثلا بيطلع الرابع أو الخامس كل فريق عم تلعب معه هو الأحسن بلبنان هيدا إذا بدك شهادة إلي أنه كل فرق كانت عم تطلبني أنه لعب معها القوية وليد صحيح أنه انتقلت للرياضة من الحكمة لصعوبة الطريق والوقت يلي كانت تاخده معك الطريق مزبوطة هيدا أكيد هيدا العامل الأساسي رح قالك شو أنا بالأساس إذا بدك ربيان بالرياضة ما كنا نلعب بالرياضة ما كان في بطولات ما كان في شي بس أنا وقت نضيت مع الحكمة الحكمة ملعبهم بفؤة شهاب آخر فترة التونال روحة رجعة فرد واحد إي أنا بيتي بفيدان سو اشتغل أنا اشتغلت سنتين بالأوديو فيجول ميديا اللي هي بتبيع دعاية الأل بي سي وقتها اشتغلت عنده الشركة من الأشرفية إلا أطلع على على التمرين بدي ساعة ونص كان بتطلعة النزلة مش مش مشكل صار بالليل بس إنه عندك ساعة ونص طلعة كل يوم وكنت وصل لأوقات إذا مأخر خمس دقايق اتخانك أنا والكوتش خلاص سادي شغلي مننسيها بس إنه تخل خمس دقايق طب شو بدي أعمل يععد ساعة ونص وإنتي بتعرف إذا وصل ساعة ونص وصل على التمرين ما بقلك جلادي إذا واحد بقلك مرحبة بتتخانك يعني لو الحكمة كانت أسهل الطريق بيتمع الحكمة إيه أكيد أنا انتبه أنا إلي الشرف إنه لعب بنادي الحكمة إلي الشرف إنه لعبت عند رئيس نادي مثل بريسيدون شويري ما في مشكل صار وقتها فليت المشكل اللي صار بالنسبة إلي إنه عم تلعب انتبه رياضي وحكمة عم تلعب أحسن فريقين بلبنان ما عم تقول مثلا رياضي وعم تقول فريق جب جنين مثلا عرفتي عم تقول فريقين أحسن فريقين إذا بتلعب مع هيدا أو بتلعب مع هيدا اتسنادت فاليو إلي يعني ما في مشكل بس أنا وقت أكون شغلي صار بالحمرة لأنه تركت نقلت على الحمرة شغلي صار بالحمرة إذا بدي أطلع على غزير بدأت أخد معي ساعتين ساعتين الطريق ولا خلصت خمسة الشغل ساعة خمس دائر تطلع على البيت لا تطلع على البيت بتنام ساعة ساعة ونص بتنزل على التمرير لا طبيعي المسافة يا رب سو أنا فكرت فيها وكل الكنديشنز بالنسبة إلي وين ما روح رح يكونوا نفس الشيء وليد بس أنت قيل قيل بمحلات معينة أنه من زمان كان الرياضة ممنوع يربح صح والحكمة بيتسير صح ليش لأنه لأن كان فيه أكترية بالاتحاد لا بريزيدن شويري الأكترية بالاتحاد لا إله سو بيعملوا اللي بدهم كان بالاتحاد يعني أنت وقتلعب مع الحكمة كنت عم تتسير لا ما كان بعد ما كانت عرفوا الطريقة اللي بتنعمل أنا ما عم بقول عم بقول عن نادي الحكمة ما عرفوا الطريقة اللي بدهم بتنشغل اللي يتسيروا فيهم يعني يعني يقول لك مثلا البطولة ماشية بتعور أجنبي عند الحكمة بتوقف البطولة كتب ليه وقفت البطولة وقفت البطولة شهر خلص وقفت هيك كيت من زمين هيك صار هايدي شغلة صارت لعبنا اتنين اتنين الفاينل الفاينل طبع بطولة لبنان اتنين اتنين حكمة رياضي الجيم اللي هيدا الخامس بغزير اتنين أجنب على الملعب بس اتنين أجنب على الملعب السكور أربعين وواحدة واربعين خلص أول هاف للحكمة حسان نضايق أربعة فاوز عم نعب جيم بيقض العقل حسان نضايق أربعة فاوز شو يعني يعني رح يطلع تاني هاف يعني الجيم بيوقف الجيم الفات جمهور المفروض يكون في 300 شخص بالجمهور فات 700 800 بتأجل الجيم لتنهار من نجاح مبلش وصفر صفر بالمولة سال طب كمان لو بدوا يتسيروا الحكمة أنا ما عم بدافيا ما كان بيوصل أسان لأربعة فاوز إيه مظبوط مظبوط بس فيه أوقات إشياء واضحة يعني فيه أوقات انتبه أنا إذا بتفتح ألا على الحكام بفتحها على الحكام قد ما بدك وقته مين أكتر حكم هيك كان بريزاوسكاس بريزاوسكاس بتغري بريزاوسكاس كان شاطير بريزاوسكاس شاطير ألا عم نحكي على الهوى بس العبنة سامي فاينل ببطولة بطولة آسيا لبنان ضد كوريا أعطاني فولين أنا هوني كنت ينزل دم ينزل قصص هيك ما بوقف على الفريترو ما بيعرف شو فاول بقى أعطاني فولين رحت عنده قلت له ميت من الضحك لا هي ميت من الضحك لا هيدول يمكن ما لازم نحكيونا على الهوى بس أنه قصص معظومة يعني لا حلو بس بدي إليك شغل إذا بترجعني لورا كل هالسنين بتقلي غير شي بالباسكت أو كذا بقل لك لا متل ما هي اللي عملوا بريسيدان شوائري بالباسكت للباسكت للبنان أنا برأي شي كتير مهم وبياخد العائلة إذا بترجعني لورا ما بعرف قديش أربع خمس سنين وقت كنت تلعب بترجعني لورا هالفترة بتقلي غير شي كذا بقل لك لا متل ما هي إجر بريسيدان شوائري هو اللي عمل الباسكت بالبنان هو كان الانيشيتيف الرياضي لحقه واشتغلوا الرياضي اشتغلوا كتير منيح بس في حدا عم يعمل الانيشيتيف لعمل كل شي وهو بريسيدان شوائري اللي عمل وليد من اللاعبين الأجانب يلي لعبت معهم أنا بتذكر يمكن مايكل كامبرلند يمكن سيرجي يمكن جو فوغل يعني عم بحكي لبناني أجنبي هول اللاعب الأبرز يلي انطبعوا عند وليد أنا بالنسبة بالنسبة إلي جامال رومنسون كان لعبي كتير منيح سيرجي بياخد العقل اللي عم تقولهم بس كمان في لعيبة حسان وآشا مثل مين حسان وآشا أنا بياخدوا العقل آشا الله يرحموا بس هيدول كانوا لعيبة بلقطعتها الهم من وقت تلعب ضدهم رائعين برجع بعدين شفت لعيبة اجوا على البطولة كتير منيح بس هيدول الأبرز مين أبرز لاعب أجنبي بنظر وليد لليوم مرقب لبنين حسان ويتسايت ويتسايت حسان ويتسايت بس ما كان مبين هالأد وقت كان عنا وقت كان عنا نتبه يعمل عم يعمل الشغل اللي عليه وعم يعمل كل شي مشكلته هالصابي إنه ليزي يعني راح لأمريكا عمل أول سنة بتعقد عمل تاني سنة فظيعة عمل تالت سنة كسر الدنيا كان عبواب يفوت على عمل عمل كونترا بـ 98 مليون عربعة سنين بس تمضى كونترا يعطيك العافية خلص إنه إنت ماضيش كونترا بـ 98 مليون ليرة ليرة هلأ لبناني تباليد مين هيك كمين من المدربين يلي بتتذكرون مرأت معهم يلي بتحس إنه إيه أو لا ما إنه مدرب أنا بالنسبة إلي أحسن أحسن يعني هيدا بالنسبة إلي قدوة واللي بدك كوتش اسمه أندرو يونج أندرو يونج إجا لعنا عالمنتخب كنا عم نتحضر عنا غرب آسيا ما في جوفوغل ما عنا مجنس ما كنا نعرف في كل هالقصص إجا الزلمة إلي عنا بلشنا نتحضر لغرب آسيا تحضرنا قبل شهر ونص قبل بشهر صار يجي على الكرسي على العكيزة قبل بجمعتين صار يجي على الكرسي بنهار تاني نهار عنا شو اسمه البطولة توفى توفى أحسن كوتش مرأ علي بتاريخ الباسكت لك شو اسمه وصلنا غرب آسيا إيران سورية كانوا كلهم بعزهم إيردن ربحناهم كلهم ربحناهم كلهم بغزير كلهم باي فار كنا مرتاحين وربحنا البطولة موورا هيدا الكوتش كان كوساي أخذ طو مين المدربة اللي ما كنت ترتاح معه صراحة ليه هلأ أنا صحبة أنا وياه غسان بس أنه غسان ما ظبط أنا وغسان ليه ليه هلأ مش حالي أنا وياه بتصور هلأ ما بعرف هو بده يصلح ليه أنا تحليلي بيقول أنه أنا كان ماشي حالي أنا وياه وقتا كنا بالحكمة بس بعدين هو فل من الحكمة وأنا رحت على الرياضة كان كل شيء منيح أوكي فيه مناوشات وكل شيء وكذا بس وقتا إجعى على الرياضة لأخر سنة هادي السنة الوحيدة اللي موصلنا في أفاين الفور أنا بكل حياتي هاي السنة الوحيدة اللي موصلت في أفاين الفور كان معنى غسان ما استعملني متل ملازم أنا كنت متوقع أنه هادي هادي السنة تحديدا لأخر سنة إلي أنا رأيي الشخصي كنت أحسن سنة إلي بالكارير طبعي بس ما كان عم يستعملني ليه ما عم يستعملني بركة سألته جربت حكيت أنت وياه وقته مثلا ليه كوتش أنا ما عم بلعب ليه ما عم بيخط حق جربت ما انتبه آخر شيء لعيب آآ منتخب لبنان وصوري من أحسن لعيبة بلبنان أنا ما رح روح عن كوتش قلو ليه ما عم تلعبني أنا و أنا ما بعمله بس آخر شيء آخر قبل تلات جيمات من البطولة إذا ما إني غلطان قلوه أنا ما بقى رح يلعب قلوه خلص أنا أنا آلوي الكويت ما بقى رح يلعب قال لي لا بدنا بدك ليه ما بك تلعب وكذا انصدم يعني قلوه أنا ما عم تلعبني من الأخير ما عم تلعبني مثل ملازم عندي أفريج 12 14 ما عم 15 ديئة وكل جيم عم بلعب فيه عفوه تكسر الدنيا وبالتمرين عم تكون أحسن من الأجانب قال لي خلص بيتغير الوضع وكذا ما تغير شيء مرأنا هالك 3 جيمات بس ما كتير اتفقت أنا وياك كاكوتش ولعيب كاكوتش ولعيب هلأ هلأ بالعكس غسان بيعنيه لي كتير هزي جود بيرسون وكل شيء وهيك بس وقتك كاكوتش ولعيب ما اتفقت طيب وليد أكتر جيم حبيته وبتتذكره جيم واحد أنا ما رح إلا الجيم بغض النظر أنا كيف كنت فيه وكذا الجيم يلي بيضل بحياتي هو السامي فاينل لبنان كوريا اللي وصلنا عكاس العالم في كتير جيمات لعبين أحسن منا في كتير هيدا جيم كنت منيح فيه بس ما كنت سوبر فيه بس هيدا الجيم اللي وصلنا عكاس العالم أنا ما بنساه تحضر أندر تيكر؟ أندر تيكر لا ماني أنتوش كنت أحضره وقت ابني كان صغير إيه إنو كنت أحضره عملت مرة مثلو أنت ضد الصين مع الصين إيه خبرني شوية بالالفين وواحد كيف تعمل مشكل وتنطلة تضرب وتهرب بدك خبروك الشباب أنا هيدي ما بدك الشباب يخبروك لا آآ بآخر بعد فيه ثمانة ثواني تسع ثواني خلص قصرانين نحنا نتبه الصين ثلاثة أم بي آي ثلاثة لعيبة أم بي آي عم يربحوا كل الفرق ثلاثين بحاط عم يربحوا كل الفرق كل الفرق ثلاثين وارمعين نقطة بقاسة عم يربحوهم مرتاح جينا نحنا ست نقط بعد فيه عشر ثواني اتنعشر ثانية انا فير بلاي اخدت الطابع وزاوية الملعب و هني ما حملهم راسهم ست نقط و لبنان و كذا و هيك بيجي بيت في شنية بالطابع بالطابع شوتوا يا وليد شطوا بالطابع كوع من هون كوع من هون دفعشنا بعض هجمنا على بعض هربت أنا و هجو الشباب هاي دي أم ماشي انت هربت اني هجموا طب ليك هو القصير في يوم من ثلاثين وعشره و هيك في باتير معهم كان بيلعب الانبي اي باتير بيركت عبدو بنت تعرف اللي بيمثل مع جيمس بوند عادة اللي بياكل عالم و بياكل الشواج هيدا هو باتير هيدا هو باتير ما تيران وعشره ما تيركت عبدو بيطرق بوكس عبدو اي عبدو بيطرق بوكس هون و بيقع على الارض عبدو باتير يعمل هيك و عبدو تشميت لعنبي تشميت لعنبي جي اي لا ما فيك بدك تروح تركض تضرب وتهرب اي ما فيك هيك علقت اللعيبة علقت الشباب و انت هربت اي بس بس لا اضرب و اهرب اي تركض وتهرب اي طب عملت كوتش انت اي مع تبنين مزبوط ربحتو بالفاينل فور عالهم انت من دريم تيم كان بالدرجة تانية صح وان زيرو واجت تعليمات ادارية كويت يلا باي وقفو خسرو ما عنا ميزينية لا رح لك شو انو ما في ميزينية لدرجة الاولية مزبوط كنا عملع بدرجة تانية انا ما كنت مبلش سيزن مع الفريق اخد سيزن قبل اربع و خمس جيمات من الفاينل فور اه ربحنا كل جيماتنا وصلنا السامي فاينل حاطين بجت وقته تلتمية الف تقريبا الهومانت من نحنا بجت كتير صغير اه كوتشون الان اباز وفريق كامل وكل شي فريق كبير اي طلعنا على على الهومانت من ربحنا بالهومانت من ربحتو عليهم فول هاوس ربحنا عليهم فول هاوس وتعرف مرح بالهومانت من يعني وفريق بدو يطلع درجة اولى وعندو بجت مليون دولار بالدرجة الاولى وكل شي ربحنا عليهم هونيك هلا انا هوني بفهم ادارة نادي تبنين ونحنا ما عنا بجت نلعب درجة اولى الهومانت من عندهم بجت مليوني لعبوا درجة اولى شو منعمل طب ليه اخدوا الارار هلو ما كانوا بتوعين يمكن رح يربحوا انه يمكن ما بعرف بقى اخدوا الارار قلتلهم انا ما ما بقصر انسحبنا قلتلوا انا ما بقصر انو العب تقصر او هاي تاني جيم بالمنارة وتو اوتوف ثري قلتلوا انا ما بقصر ما بالفعل وسطوا على درجة اولى وعملوا الانجازات اللي عملوها الهومانت من بهيدي الفترة وليد رح ارجع احكي باسكت بس قبل كمان انا بدي شير انو انت غير انو عضو اللجنة وليمبية اللبنانية انت رئيس اتحاد الجنباز بنتك كانت من الابطال بهاللعبة وما كملت لظروف يعني وقت الكورونا وغيرها وهالامور طب اليوم كيف علقتك انت مع اللجنة الولمبية كيف علقتك مع الاتحاد اللبناني لك كرة تسلي لأم نعرف ما رأيت بفترة شوي عم تتضحك بس كانت شوي العلاقة مش منيحة لك هلا العلاقة مع اتحاد الباسكت صارت كتير منيحة كانت قبل كانت قبل علاقة لأنه أنا طلعت باللجنة الولمبية واللجنة الولمبية وقتصار الانتخابات في فريق ربح وفريق خسير فريق الباسكت معسكر الباسكت إذا فينا نقول كان مع الفريق اللي ما ربح صار اتحاد الباسكت إذا بدك ينكوز فيي أشخاص ينكوز وفي خاصة أنه أنا ابن اللي بس أنا بالس بي اي صار فيه شوية تتنكوز من هون وقصص من هون وكذا وصلى خلصت قصة كلها يعني لجنة أولمبية العلاقة لجنة أولمبية مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة فارس إذا ببلش عن لجنة أولمبية ما بخلص لسوق الحظ مشكلة كبيرة فيه عندك لك سياسي بتدخل كتير بلبنان عندك الميلتين الميلتين مخنقين مع بعض ميلتين ما عم يوصلوا لحل فيه اتصال بينك وبين بير جاليخ اليوم أكيد أنا عم بطلع هلأ اجتماعات على لجنة أولمبية فيه ناس ما عم تطلع بس بهيدا محل الحل أنه نقعد كلنا سوا ويحلوا القصة لأنه آخر شيء ما حدا عم يخسر إلا الرياضية بلبنان مهم أنا بتنازل عن شغلي X بتنازل عن شغلي Y بتنازل عن شغلي كل واحد بتنازل شوية حقه كرمال الرياضة بلبنان ما فينا نكون هلأد جرمين على بعض ورهين على بعض لازم يعني أنت رادي تكون لين بهالشكل أنا أكيد لين أنا شو مكان الحل بحيال لطريقة الحل أنا مع الحل تنحل بين اتنين لو عراس مين لو مين ما كان بتطع براسه تطع براس حيالله شخص وليت بعد عنا سفرات وبعثات بتروح هيك سياحة يعني خلينا قل لك بأي معنى يعني اليوم بتلاقي كتير بعثات رايحين في لاعب أو لعبين في أربع أو خمس إداريين لا لا بدي إلك شي أنا بلشنا البسكت كنا نروح أوقات ما نروح سياحة نروح نحن جدية بس نخسر بس إنه ما كانت جدية بس هلأ ما بيروح لا بس شو بيروح مثلا عندك مثلا راي باسيل راي باسيل راحت ع توكيو راح مع الكوتش تبعها وراح مع فيزيو ثيرابيس تبعها وراح مع حدا تالت إذا من خلطان حدا مشان ال و كذا طب هاي راح كانت من أفضل رياضية بلبنان رايحة بدنا نجرب نعطيها المستحيل لأنه تعمل أحسن نتيجة لأنه تعمل أحسن نتيجة للبنان بس ما كل حدا بيروح بس أنت وقت تروح على رايح لعيب تايكواندو مثلا طب ما بدو مدرب معه عم بحكي مسلا ما بدو مدرب معه ما بدو واحدا يشوف له سكتجول لأمتين جايماتو مع أمتين جايماتو هالقصص سو لازم يكون في إدارية هلا ياريت خاصة بالأولمبيكس ما في مين مكان يروح بك تكون مأهل لتروح بك تتأهل أو بدو يكون عندك ويلد كارد راح اترك المنتخب لبعد شوي بس هيك لنحكي شوية أخبار مهضومة هيك شمرة أنت ربحان اللوتو جايمت إذا ربحت شو بتعمي ليك أنا ربحت شو بعمل بريح حالي بنيز حالي برتاح بموسط بس إنه وإذا مثلا ليه حسك في ربح في تعطيني شي كذا لا إنه ما بربح أنا حظي أنا حظي كتير عاطل ما راح قل لك المثل هلا ما جن قال على على التيفي بس أنا أنا ما حظي كتير عاطل ما بحياتي طلع لي شي ما عامي ضرب بحدا إنه ربحته اللوتو وهو ما ربحان اللوتو آه مبلا آه هلا هلا آه عامي لهمك منيحة منيحة آه مبلا مبلا إذا الله يرحم بقى مرت بقى بقى مرت أنا أنا كتير قريب أنا وياه كتير يعني بحبه مثل مثل بي يعني مثل الله يرحم بياخل الله يرحم بياخد العيل هالشخص بياخد العيل بس بحب اشتغل فيه يعني كنت بقى هو بلعب لوتو عمي لعب عندي بالبيت ورق وضهروا للتي في وضهروا للتي في وعمي لعب ورق هو وامي واما اما لرانيا ام ورتي ويقى عمي لعب ورق وعندو ورقة اللوتو بقى وعطاني ورقة اللوتو وقاللي شفلي اذا رح تربح طلعت بالتي في انا اول رقم زبط قال لي لا 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 حدوا ويرا على الرقم بيزبط قال له اوكي هو عمي لعب ورق وعينه هيك حطيت اول دوائرة حطيت تاني دوائرة تالي دوائرة ولا رقم صيد حطيت رقم ويف يا رب ربحنا اللوتو وجه احمر هيك ونطنت عبي نطنت وكذا بعدين ما يزهر وكذا هيك طب انت ما خفت هون انه يروح بالقليب يصير معه شيء بلا دغري خفت يعني دغري اول ما خلص كل اسمه ما انا عم بعملها بلا ما فكت اي عم بعملها هيك انه بدي امزح وكذا ما اخدت لبعدي بس وقتها شفته كيف عبق دغري دغري قلت له عم بمزح معك ما كنت تزعله يعني بلا كان اوقات بيزعل مني بس لانه انا بجري بمزح معه ايه يعني ما سوقت كنت تلفى خليني نقول تلفى بعد ما تجوزت قدي مسلا اكل بنادورة وبصل عنده مشوية والاكل الاحب عقلبي ايه ايه لانه انا وقتت انا انا وقتت تجوزت وتتجوزت هو ما كان مبسوط من الجيزة ايه بقى تجوزت هو مبسوط بالجيزة بعد شهر لا رضع رضع لي ومش الحال وصار تتعرفت عليه عزمني على المشوية عنده وقرحت انا وراني انا عنده هيك مشوية وكذا انا ما بيكل لا بنادورة ولا بصل ولا بيكل اللحمة بس وحمص وهيك هي بنادورة مشوية ناكل بنادورة مشوية هي بصلي كل هيكل البصلي ما فيه يقول له لا هلا وهو مضيف ويحب هيك كل 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 طعنا ااكلين اثنين كيلو بنادورة اثنين كيلو بصل طب وليد هول اشي مهضومة يعني واحد بحب يعرفون عن وليد هول عم نحكي هون طيب وقت كانت مادام تاك براغننت شو قصة البيض البيض المسلوق خب لأ شو قصة خبرني واظهرت شبق العالم بالبيض طب كيف هيك لك اا انا كنت ساكن على طبيق تاني اا ريتم اا وتحتك عاملين اوتوسترات وسيارات بتروح وبتجي وكذا عم نحكي الساعة 11 بالليل 11 ونص بالليل عم بيرو هو يجي وزمير وما زمير وكذا واقف عم بيزمر عادي بالرد بالرد جبت 3-4 بيضات وقفت هيك تخبيت وزتيت البيضتين وما يفقشو ما فقعو ما فقعو البيضات على الأساس ما فقعو البيضات حطتو المسلوقين وانا جيبت مسلوق رفتنا وانا عم بتخبى واعمل وكذا كيرسي طيب اخر خبرية عن وليد ايه بالمدرسة بقت كنت صغير الشي مرة اكيد باعت وراك الرئيس المناظر المدير وعطيك ورنينج او عطيك اشي كتير مظبوط صايرة معك طبيعي بس صايرة معك انت وبي انا عامل ورنينج ايه انت وبي بعتوا وراك والبي التاني عالمدرسة التاني يوم من بعد ما كنت ببروجيك لبنتك وعملت مشكل معه ايدي قصة عمية هاي قصة قوية هاي ابني عامل بروشيك ابني عامل بروشيك بقى عم بيفسر للعالم عال بروشيك وكل تلاتة اربعة عم بيفسروا عال بروشيك تابعون اولاد بقى انا قاعد عم بتطرع عم بتسمع على ابني شامبي وفيه هونيك جروب تاني باي من البيت هلا صحبي نحنا وياه هلا هلو اسمعنا هلا ايدي كل شوي يبرم يبرم انو يقلنا مرة مرتين ثلاثة عم بيقول هست ابني عم بيفسر عم بيفسر لنا متل ما بنتو عم تفسر لونيك برا مرتين ثلاثة هشت طويل القصة بقلب المدرسة بقلب كذا نشرنا طلع صوتنا وطلع كذا المديرة تبعت ورانا اناوية وفتفوت صرنا صرنا متل ايام المدرسة عم نمعد فتنة وصلاحتنا ومش الحال اي بس الا القصة وين انو كل ما يكون في بروشيك بنتي اصغر منه ما بتقلك وعايش بايه اي وعايش بايه بيبهدلني بيعمل لي قصة شو بتتقلك لتقلك تعطي عمشيك تب وليد رح ارجع شوية للباسكت وليد حكمة رياضة تاريخ كثار بيسألو ليه اليوم وليد مع الدينامو مش مع الحكمة او الرياضة وفي كثار لعبين مرأوا بتاريخ لبنان ما حدا بيعرف شي عنهم ابدا ليه انا برأي هايدي غلطة الاندية هلا انا انتبه انا حجمازن صحبي عروية كتير وكل شي وهايك بس انا برأيي هايدي غلطة الاندية وانا هوني بنفس الوقت بقلو عن جد يعطيه الف عافية لكل حدا عم بيجيب لعيب اقدام او كزا يستفيد منهم حيالنا نادي لانه انتبه اخر شي هايدي بيستفيدوا منهم اذا ميجي متطلع هلا في جم عبد النور في عمر الترك هلا راح الرياضة بس كام مع الرياضة علي محمود رجع انا بس الحكمة فترة من الفترة تصار رئيس النادي إليم شانتاف فترة من الفترة هلا جو غطاس بس مهمشين اللعبين اي يعلميا معادوا موجود مية بالمية بس انا خليني اقولك شغلة فارس اطلع بحيالة انا كتير بحضر فتبول برا كتير بتحضر فتبول خلاني نشوف كل الكوتشية رؤسة اندية وكلهم كأكس أكس لعيبة صح ليش ليش 14-15 سنة برو ويتلعب 14-15 سنة برو عم يمروا عليك أجانب مشاكل أجانب مارئ عليك 10-12 خبرة خبرة الإدارية موجودة الفنية كل شي كل شي عندك طب ليه ما بتستفيد منهم انه انه برا بيوروب بكل هالمحلات اسكى مننا يعني نحنا هايدي هايدي الخبرية يمكن ما بدهم حضا بهالاندية يفهم أكتر منهم انا انا هيك بحلل انا اخر شي هيك بحلل لأنه كل الاندية ليس بيكون هلأ انا قدابهم بسيط مثلا انا عم بحكي هلأ لنحكي عن بيروت في جوزيف عبد المسيح جوزيف عبد المسيح اكس لحيب صح هيدا مستلم النادي هيدا شغلة لنادي لنادي بيروت صح هلأ مسلا جوغطاس مدرب عظيم بنادي بيروت كان بنادي الحكمة عظيم جاد مبارك هلأ اخده كمان مدير الفريق كمان جاد اذا ماني غلطان جاد اوكي هلأ سوري راح اميري بعتذر منه اكتير بحبه بس انه بتستفيد من اللعيب اللي كانوا اللعيب هدول اللي كانوا اللي قاطع عليهم الأجانب مشاكل الأجانب كيف كانوا يجيك أجنب بلا مخ يجيك أجنب لترباعهم عقلاتهم ما بعرف كيف كيف تديروا كيف تعمل كنت معهم تبوليد انت اليوم بالدينامو ايه ليه كيف خبرني يعني اتركت التعليق كان نحكي شغلة تركت التعليق والكارير اللي عملتها ورجعت اسم ولي الدميات اللي لمع كبيتهم كلهم هلأ كرميل تكون موجود مع الدينامو مزبوط يعني راح يوسيف يوسيف مجوك وعرفت كل هون راحوا كرميل تكون مع الدينامو شو هالقرار اللي أخدتهم لك أول شي أنا جزء من اللعبة يعني بحب بقوله وقتا كنا نلعب نحنا وقتا بلاشنا نلعب بسكت كل جيلنا كنا نلعب كنا ندفع حق الاسبادري كنا ندفع حق الشورت ومع هيدا وكله نلعب كل يوم تحت الشتي صح ما في ملاعب ما في باركير يعني في حب للعب كان وأكيد هلا بعضهم بحبوا اللعبة بغير طريقة اللعبة أنا ما عم بقلل من حدا بس نحنا كنا وقتا تكون عم بتشتي عم تلعب تحت الشتي أو عم تلعب لحالك ما في حدا يكون بالملعب أنت عم تلعب لحالك وعم تتخيل أنه أنا عم بلعب دوتكاز غرام في لعبة غرام يعني أنا بحبه كتير حي الله محل بقدر كون باللعبة وقدر ساعد بدي يكون فيه علقت في ناس حبتني في ناس كرهتني بس كتر خير الله نقول حسب ما بلاقي الفيدباك أنه نجحت كتر خير الله إجاني الأبورتونيتي أستاذ فيصل ألعاوي عامل فريق أستاذ حسن فواز ما بدي أنسى أحدهم من الإدارة جميع عم يشتغلوا صح عاملين فريق كتير منيح وصل السنة الماضية للفاينل فور هلأ للفاينل إيه للفاينل وصلوا للفاينل فور وصلوا للفاينل هديك السنة جامعات كتير حلوة ضد الرياضي وصلوا فاينل بطولة دوباي كمان هديك السنة عم يعملوا شغل جبار عندهم كوتش رائع سيستام تركيبة الفريق إنه هذا challenge جديد لألك إيه إيه سيستام تركيبة الفريق تبعدين أمو حبيته حبيتهم كلهم اللي عم يشتغلوا على رأسهم أكيد فيصل عم يشتغلوا كتير صح عم يعملوا فريق بينين فريق بسنتين من درجة تانية لعملوا تاني تاني بطولة لبنان تاني تاني بطولة دوباي سو عم يشتغلوا كتير صح وعندهم وصل هلأ هلأ فيه وصل بيجو بيحكوا معي إنه إذا فيكي تكون مدير الفريق قديمهم وليد وقت تقعد مع شخص يكون يعرف باسكت جي لك ومن عمرك غير إنه بيعرف باسكت فيصل أكيد يعرف باسكت أصغر مني بكتير إيه عينو بس إنه أدي حلو ما تقعد مع أشخاص هولي اللي بيجوا بالبراشوت بيركبوا بالأندي مضبوط تبه فيه أوقات بيجيك شخص بالبراشوت بيكون مخه راكب مورينيو يمكن ما كان ما كان لعيب منيح ما كان مبين عمل كوتش أنشلوتي من تاني ميل من أحسن كوتشيات العالم كان لعيب كتير ميح في هيك وفي هيك باش فيصل لا الزلمة عم يشتغل صاح مركب فريق صاح اللي حواليه عم يساعدو كمان كلهم كلهم عم يساعدو بعد كل واحد بيحس إنه هيدا النادي إله بتحس قاعد بعيلة مش قاعد بفريق يعني متفقين عنو ياك إنه هالسنة بطولة لبنان هي أقوى بطولة رح تكون من سنوات عم بحكي أكتر من فريق رادي ايه بعدني أنا في شغلي عليا هيك اللي ما حاببها الفرق من أول خمس فرق وتاني سبع فرق أنا إذا بتجي إلي يمكن صعبة تنعمل بس ثمان فرق كتير كمان ثمان فرق إذن أنا فين عمل بطولة لبنان هلا عم يكون فيه 12 هلا الكلت أجانب بقبل بالهوم والأوايك ثلاث أجانب مع فرق ثلاث أجانب مع فرق 2 بلاس 1 مع غير فرق ما تقرر ايه بعد ما تقرر بعدنا ضايعين بس متل ما فهمت أنا بالقليل ورتور رح يكونوا هيك بالفاين الفور بيتغير وضع 2 بلاس 1 بعدين معقول ايه يعني بعده ضايع القصة بس أنه ع جميع الميلات 12 فريق كتار لأنه فريق من من السبعة يعني عندك 6 فرق ما رح يقدر يعني رح يدل رح يدل يخسروا 40 و50 رح يدل يخسروا مع الأجانب مع الأجانب نحن بنعرف قدي البجت طبع بيروت بالأجانب قدي البجت طبع دينامو ورياضي وقدي بجت غير أندي وقدي بجت غير أندي بيتوفقوا بأجنبي بسوري 2000 دولار 2500 دولار بساعدهم بس ما هيدا الأجنبي رح يكون مثل أنت عم تدفع خمس مرات زيادة عليه الأجنبي بواحد من واحد ندول وليد لنحكي آخر بارتو عن المنتخب هل برأيك أنت اللعيب اللبناني اليوم أفر ريتد صار صار أسعاره كتير نعرف طولت العالم شابه با أي اللي عملو لأ أنت لأنا أصعب مجموعة صح ولا ممكن نعمل شي بهايك مجموعة يعني ما نكذب على حالنا طب اليوم اللعيب اللبناني برأيك كتير إعلميا الضخم وهذا الشي ضره أنا بالنسبة إلي أنا عطول مع اللعيبي أول شي بالمصاري بالكزا أنا عطول مع اللعيبي لأنه أنا لعيب وطالع من اللعيبي لما بتعمي فكرت فكرت مبلغ عندك كل مؤهلات مراح لك شو فيريس أنا في فترة فترات كل الوقت عندي جيم طبعي عملو دعاي سكيل سبورت سنتر بيجال الديب عندي مشروع كتير كبير وبشتغل بنفس الوقت يعني بشغل 9 to 5 قابل فقر اسم الله الحمد الحمد أوكي إن شاء الله الله يسمع منك من 9 to 5 بشتغل شغل بشي اسم إسم مونتي اسم اسمها يلي هي كلمة بك سافير ما بقى عايز تشتري سيم كار بتشتري داتا منهم من لبنان على برد راحلي بقى بشتغل 9 to 5 بهايدي الشركة بالشركة وعشية برجع بروح على على الجيم جيم بالوقت كتير وقت من الموسم كنت مع بدي روح الجيمات كمان بدي قصم وقت هيك سو ما عندي وقت تكون بس هي فكرة كتير حلوة نرجع اللعيب اللبناني ومنتخب لبنان منتخب لبنان أنا برأي اللعيب بضيات اللعيب بياخدوا العقل للمنطقة ما فينا نقرنون قرنون قبل نحنا وهلأ هني وهيك ما فيك تقرن لا يوروب ما فيك تقربون لا أميركا نحنا ما في لعيب بيقدر يطلع من لبنان يروح برو بفرنسا ولا لعيب ما في لعيب لا يروح يعمل برو بفرنسا أو ألمانيا أو أو حيالله بلد من يوروب ما فيه اللفل طبعهم غير أعلى بكتير من عنا لو فيه أكيد كن رأى حدا منهم يعني بس بس أنه صعب كتير هلأ انتبه أنا هلأ بدي مرق هاي أنا كنت بقدر لعب بفرنسا أنا كنت معي وقته باسبور ألماني أنا معي باسبور عمي ألماني بلي سو كنت بقدر إجاني كنترا إلعب بي ومعملت شانتاج ومعملت شانتاج باري كنت بقدر روح تركيا إلعب بتركيا وكت بقدر روح إلعب بفرنسا فرنسا كان مرتين أكتر ما شو قبط بالرياضي طبل شو بقى بالرياضي بس أنا كنت بشتغل أنا ما بحياتي هو الشغل بعوض شوي مية بالمية ما بحياتي كنت حاطت الباسكت إنه هي كل حياتي كنت أشتغل إنت شخص من زماني وليد بتقول إنه كتير مهم لعيب الباسكت وقت يوقف الكارير تابعيته خمسة وثلاثين ستة وثلاثين ليه هي يكون بهالوقت عم بيشتغل توقتي وقف كمل شغل مش يبلش شغل وقت يوقف باسكت صح تبه هلأ عم يتغير الوضع نحنا وقتنا ما في كنت وقته تمدي الكنترا تمدي على أربع سنين ورق خضره ورق خضره تمدي على أربع سنين إذا بعد مضيت بعد شهر قرر نادي ما بقى بده إياك نادي طبعك ما بده إياك فيقلك روح عوض أربع سنين بالبيت ما في عم يشوفوك من برة حدا يحمي لك حقوقك أهم شغلة نحنا بلشنا البطولة بالتنين وتسعين تلاتة وتسعين دي كان عمرنا 24 سنة أنا بالمنتخب من عمرنا من عمري 18 بس البطولة لتبين ولتلعب لا في ايجنت بيعرف مين أنت لا في ايجنت عالميا ما كان في شي لا تليفون لا سوشيال ميديا ولا شي هلا أنت سميت لعيبة مايكل كامبرلند أنا جايبه على لبنان إيس كسس أنا جايبه على لبنان إنت جايب لعيبة دينامو هلا أنا ساعدت عندك فيصل فيصل موسوعة موسوعة بكل لعيب أجنبي كل ما بدي أعطيه اسم لعيب بقل له مثلا فيه هيدا اللعيب بقل له إيه طوله مترين وعشرة وزنه لا لا ومن الوقت بكين صغير بالملايب يعني كلهم يسجروا واحده وخمسين يعني وعامل عامل اللي هم اكتبعوا كذا أنا أكيد بعض أنا والكوتش وكذا شخص هيدا الشي الحلو بفيصل وبهيدا الفريق إنه عيلي كل واحد بيعطي رأيه وهيك وإخر شي تتفقوا على الأجهاء بدك تعمل كلاش بكرا مع الحكام أنت مدير الفريق يعني بكرا أقلص فايرة بدك تعطريت لا لا ما أنت رزل ايه بس رح لا ما رح نعمل مشكلة مع الحكام لأنه بدك لك شغلة الحكام اللبنانية مظبوط أوقات بيخلطوا بس أحسن حكام بالمنطقة كلها عم نشوف رباح عم نشوف عادل عم نشوف ما بدي أنسى حدا كل الشباب زياد بول ما بدي أنسى حدا كلهم عن جد كلهم بياخدوا العقل كلهم أبضيات شابوا بقائلون عم يعملوا شغل كتير منيح سو هلا ما في أوقات بيصير غلط بالنبياء بيصير غلط وين ما كان بيصير غلط سو بدوا أوقات يتحملون أو نتحملون هايدي part of the game بس لا معنا ضمن الحدود وليد في شي كنت حابب نحكي محكي نيه نحكي عنه لا بس أنا حابب ضوي أكتر ماش حابب ضوي أكتر يعني بدي أقول آخر شي أنه العالم اللي عم تحكي على السوشال ميديا عم تتهجم على العيبة ويحكوا كذا لا بتشوف ناس عم تكتب على السوشال ميديا جريدة 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 تحليل عن الجيم أنا برأيي ما في شي صح مش هيك تسعين بالمية من اللي عم يكتبه يعني هيدا اخد وقته اخد تقريبا ساعة ليكتب وانجليزي او عربي اخد وقته عم يكتب ويعمل وهايك وتحليله كله غلط عرفت كيف يعني عندك مليون كوتش على السوشال ميديا مليون بيجواب ايه اولا انت كنت بتجنس سبلمن للمنتخب ايه راحلك ليش لانه سبلمن وقته تجنس كان عم يعمل عم بيكسر الدنيا بكوريا وبي اذا هو طلع عاطل بحق حاله وبحق لبنان ما حدا نخصه كان تشور ضلوا نشتغلوا على تجنيسه الزلم وبهلوقت عم بينصح مكسر الدنيا بكوريا مكسر الدنيا مش بس بكوريا بيست ايجيا مكسر الدنيا ام في بي قدي بتعرف كنترايتو بالسنة سبعمائة الف دولار كنترايتو بهنيك ومش اول سنة بيلعب بكوريا قالوا كزا سنة بيلعب بكوريا بكزا سنة عم بيلعب منيح وكزا سنة طب انه شو بتعمل راح اخد فلصة شهر لا انا عم بحكيك لانه اكتر شي تعرض مية بالمية مية بالمية بس انه انا عم بقول هيدا للعالم انه شو فيك تعمل اخد شهر شهر ونص بيقولوا ايه بكونترايتو طب حطينه بكونترايتو وفيك تخصم له من الكونترايتو شو استفادت خصمت له خمسين بالمية من كنترايتو شو استفادت رحنا لونيكو اكلنا الضرب انه بعدين اجا راح شهر جاي عشرين كيلو خمسة عشرين كيلو زيادة شو بتعمل بتروح معه امريكا بيقعد واحد معه ببيته شو بيعمل انه عنده فرصة شهر بده ياخدها هيدا الحكي عم بيقزل العيبة عالسوشيال ميديا وعم صح صح وليد انا بدي قللك على كل شيء وبدأ اتمنى لك توفيق بمسيرة الجديدة كمدير فريق دينامو ورح نشتعلك بالتعليق اكيد هيدا انا والكل بدك تتمنى لخير بدينامو نربح بيروت ايه لأ انت بيروت انا دينامو تربحوا الرياضي بيروت ايه او الحكم بيروت حلوي لا ان شاء الله يا رب بيكون موسم كتير حلوي ان شاء الله يا رب اه thank you فارس على اساسا ان احنا كنا صوي بالSBI ونعمل شغل كتير حلو بالSBI اه بشكر كل بشكرك وبشكر كل القيمين على الSBI اللي اعطوني هالثقة بهالسنتين وان شاء الله كنات احس نظنون هلأ متل ما قالت مسيرة جديدة اه عنا وصل عنا بطولة لبنان عنا شغل كتير كبير عنا اه ادارة رئيس وادارة والكل عم يشتغلوا كتير صح ان شاء الله نعمل نتيجة كتير منيحة تكون احسن من هديك السنة اه ونبيد اسم لبنان بلبنان وبرات لبنان تفض initiatives تفضل تطبيعنا لبنان ودفع next